أكد البيان الختمي للقمة العربية في نسختها الثالثة والثلاثين والتي استضافتها مملكة البحرين على إدانة سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفع بهدف تجديد الحصار على المدنيين في القطاع مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية وفقدان سكان غزة شريان الحياة الرئيسي وطلب البيان أيضا إسرائيل بالانسحاب من رفع الفلسطينية من أجل ضمان إنفاذ النفاذ الإنساني الآمن واشدد البيان الختمي للقمة العربية على الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة مع الرفض القاتع لكل محاولة تهجير الشعب الفلسطيني داخل أراضيه أو إلى خارجها باعتبارها خرقا واضحا للقانون الدولي